بسم الله الصلاة والسلام ورسول الله هذه إجابات آخر الشهر 31 3 2018 31 مارس نبدو بأدية أخونا أحمد سيدي حفظك الله عم مختار ونجعل الله كل ما تقوم به في ميزان حسينتك آمين أجمعين أخي أحمد شكرا برك الله فيك نعم عم مختار خبرة في أي مجال هي بمثابة نصف الحل أو أكثر والله أعلم طبعا صحيح هي الخبرة وهي كل أحيانا مش حتى نصف هي كل يعني خبرة يعني ما غير خبرة إنسان في كل شي الحياة كلها الحياة كلها هزم خبرة سوى في العمل سوى في الحياة اليومية سوى في العائلة كلها هزم خبرة الخبرة هي كل في نظري آم أرسم فيديو كاب نترجموه فيديو رائع أحتفظ به هل تريد أن تكون أصدقاء شكرا هذا يا عبد الكريم أكيد عن مختار الخبرة الضرورية في كل مهنة غير أنها لا تكفي فيجب معها الذكاء والفطنة وقبل كل شيء يجب على الصاحب المهنة أن يحب مهنته ويعشقها لكي يتطور فيها يتطور يتطور فيها ويعطي الحلول ويبتكر الشكور عن مختار على كل ما تقدمه أنا شخصيا استفدت كثيرا مما تقدمه لنا بارك الله فيك واجعله في ميزان حسنتك آمين أجمعين أخويا عبد الكريم بارك الله فيك وهذه الديني الإنسان والخبرة كيف تكتسب بها أخدينا عاونوا بعضنا اللي عنده حار يعطيها للخو وكيا كماشية يتولي عنده خبرة كشخصة لك هذا يوسف زبري بارك الله فيك شكرا يوسف هذا يا سيد مو حمزاوي محمد أمين السلام عليكم سيد مختار عليكم السلام أنا أعدي بولوفوكس مشكلتها كيف تخدم المرحوة ولا الضوء الكرهبة تولي الترج هزيتها لأن أضفت لها الكربيراتير وركحت ديالكو لكن نفس الحكاية والضوء متاع الكرهبة ساعة قوية وساعة ضعيف قالوا لي لازم تقوي خيط الماس ما نعرفش صحيح ولا غلط ونعمل مزيئة تحبطنا فيديو على المشكلة والله يا أخويا حمزاوي ما عنديش بولوفوكس لكن هي العمية هذه في كل السيارات يعني تصير يا أما يكون عندك خيط الماس كما قالوا لك خيط الماس ضعيف اللي هما بين المحرك وما بين الهيكل يا أما الانترنتار اللي هو الدينامو عندك ما هوش استعبل في الشارج يبدأ تكون عنده الريجلاتير بتاع الشارج ولا الديود محروق ولا حاجة واليزيد وينقص في الشارج في الضعيف يعني يضعف ويزيد فالحياتين يضم مدام يكشوف طالبة جمال السلام عليكم أخيين الكريم جزاك الله وخير شكرا أخي طليبة بارك الله وفيك أكثر تاما سي مختار كال الرول دي تيربو كمبرسور الكور بابيون مرسي بكو الكور الكور بابيون هو بشي يحل المحرك ويشفط الهواء والتيربو كمبرسور هو بشي يعاون المحرك في عوض يغا دي سبيري هو واحده تيربولة يحضره ويعطيه الهواء حضر جاهز هكي حسب مفهومي أنا والله أعلم هذا أميغو أميغو بونسوار أمي مختار جين كارسانسيس هجي كارسانسيس كارسانسيس شوفو مي كونتير تورن فوت سبعمية سبعين ألف كيلومتر سبا نرمال سي كوا بروبلم مرسي مختار مرسي بكو شوفو أميغو العمي إذا كان أنت مصلت لسبعمية سبعمية ألف يعني عادي هذا مفيش مش مشكلة يوصل حتى لمليون كيلومتر بالنسبة للكارسانسيس يوصل لمليون كيلومتر وبعد يقلب أصفار أما إذا كان هو يزيد كل يوم أكثر من لازم ما يعني المشكلة فيه هو في الكونتير نفس يعني فيما عجلات غيرة الكونتير من داخل تجان في صدود أما إذا كان السيارة كلها وصلت 770 ألف كيلومتر عادي يعني كل مرة تزيد بالألف بالألف معنا هذا عادي يوصل حتى المليون كيلومتر وبعد يرجع أصفار هذا يا حمدي سبان مدامين سيارة الأصيل نمير سيارة تنزي مدامين مدامين كومة الكوموري نفهم السؤالك يا محمد أمين يا أستاذ نبدأ عن غسيل المحرك من الداخل وهل يغسل بالجاز والنفطة وهذا صحيح أم لا وكيف يغسل المحرك من الداخل وقصة الرواسب الصمخية الصمخية وشكرا والسلام عليكم سيارة لا ننصح بغسل المحرك بأي مادة كانت من الداخل لأنه تغسلها بالنفطة يعني النفطة تخرب الكوش والبرلوات وعادة حاجات تخربهم أنا لا ننصح به يعني الغسيل إذا تغسل بغسل بزيت عادي اللي هو 40 عادي اللي هو رخيص امشي به وفرغة في الليل وفي الليل تركيز يوم العطلة سواء بالخميسة أو بالثبت يعني ليلة صبح عطلة تمشي به حوالي يوم كامل وفي الليل وكارها بسخونة تفتح الزيت وتخليه يستكتر على الوقت على الصباح يعني حتى الصباح ونجي خارج مثلا من اليوم الثاني أي يوم وتسكر البوشان وتسكر الخزان مع الزيت الملوط وتصبح الزيت وتمشي عادي أنا لا ننصح بأي مادة كان شفت برشا فيديو سيارة برشا سيارة برشا 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 مادة كانت سواء المادة تزيد مع الزيت ومواد زاد مع الزيت تحل كالزيت تخليه جاري برشا هذه العمية ولا غير الزيت بزيت عادي خيص ونرميه ويكون أفضل هذا سيمو أميس أظن كابتر بهدال ولا نماس صحيح الكابتر بهدال هذا سيمو هنا الجواب موجود في فيديو آخر نشكرك على المختارة على المجهودات عندي سيارة سيوزيكي فيتارا نطلب منك طريقة الكلاج على علم السيارة مازوط وشكرا واضح لنا الكلاج بصفة عامة في المازوط بالنسبة للكلاجة أو يعني أبعث لي من الأفضل أبعث لي صورة للمحرك أو فيديو للمحرك بش نفهم المحرك لديك ومعندك شنوه ومعث لي أنت سيوزيكي برون فيتارا لا أبعث لي صورة للمحرك أو فيديو للمحرك بش نعرف ما المحرك اللي عندك بش نعرف نعملك ليه فيديو أو حتى بصور الكلاج هذا نسمي مفهوم عندي كاميون جاك 2005 حاب نخدمه سيستي متعبني وأنا ضعيف كيفه أخي نصحني والطريقة ما هي كاميون جاك هذا ما فهمتوا ما فهمتوا كاميون جاك هذا منكم عنه ما نفتون السنة وإذا كان هو كاميون يعني أو كبير أو كاميون جاك ما فهمتاش حصيله العملية إذا كان هو النسبة تبعتلي صورة للكاميون أو صورة للمكان تعال تعال كاميون جاك أفضل أخي عليا سلامة عام مختار عندي مشكلة في محرك شانه هربين محرك يدور 2 سيلاندر مع أنني خيارت أربعة شمعة وجيكتار في أربع ومبوبنات كهرباء تعمل سيلاندر واحد أربع يعملين وثلاثة أثنين لا يعملين أخي عليا أنت ما أعطيتني حتى حتى فكر على المحرك شنوه ولا السيارة طول يعني ادخلت في المشكلة وما وضحت لي شيء من فضلكم من فضلكم الإنسان يبعث لي أي مشكلة عنده أو أي استفسار يبعث لي معلومات كاملة كما بطاقة الشخصية متاع متاع الشخص يجب أن أعطيني بطاقة الشخصية كاملة متاع المحرك والسيارة على الأقل نوع السيارة ونوع المحرك وقوة المحرك هذه حاجة وثانية حاجة يجب أن يشرح لي شنوه اللي عمله بالضبط أنت أخي عليا عمل طول دخلط للشيان هاربين وما أنت عليك شنوه اللي عملت شهر هاربين يعني عندك كلاج عندك كده شنوه اللي صار فيها السيارة جهتك هكا فيها مشكلة ولا أنت صار المشكلة عندك دمني كل هذا نفهم أخي عليا ما هي هذا هو نفس السؤال هذا يا إبراهيم الخبر على رسمال الميكانيكي شكراً عم مختار وربي وفقك في عملك وما تنشره في الفيديوهات المفيدة للجميع لقد أصبحت مرجع الكثير شكراً برك الله فيك يا أخي إبراهيم السلام عليكم أشكراً أخي مختار شكراً برك الله فيك جمال السلام عليكم نحب نعمل سيجمونتاسيون فور تيوتا اللي عارف ميكانيكي صناعي في تونس الذن عليه وشكراً مسبقاً شنية التيوتا يا رمزي منزينة ولا ديزل وقداش ماشية مش ننصحك تعمل سيجمونة ولا لا أعمل ميكانيكي ما نعرف شكراً هذا يا أخونا محمد أمين شكراً أخفت نحن غيرنا كلها خط الكياس كلها تحرق يا محمد أمين لكلاس تحرق ما عاش فيه سيارة سخنة لين وقفت وحدها السلام عليكم مع مختار حابت نفهم حاجة مدام البروكام تاكلو من نقص الزيت طبعا راح يكون حتى شميزات تاكلو وفي البروكام من يكون فيه ضرر لها ولله لها والله أعلم المشكل هداية كون المحرك هداية تقطع على ديرية متعماء ومشابهها لين وقفت السيارة وحدها صار لها كله يعني إذا بربي هو ما حاولش يتقوى عليها ولا حاجة النص المحرك من اللطة يعني سليم ما تمسش لباس فركبنا له كلاس فقطه ونجحة العمية والحمد لله لان كلاس كله تحرق ومن اللطة لباس طول الفيديو هذا كان رواقديم أنا عودته عنده أكثر من سن ونص السيارة هذه كمان تمشي لباس على مختار لدي مشكل في الدماراج محرك أمبونا في سونطون دي سي في الصباح حتى أضغط على بومبات باشت نور إذا ما تعمل ديجنستيكو تعطيني معلومات كاملة ديما نقول لكم معلومات كاملة واختيشه كوي يصار لك وعليش يصار لك برك الله فيك كمال المعلومات المفيدة والعملية شكرا يا أخي كمال أيوب برك الله عليك أستاذ مختار وعليك أيضا يا أخي أيوب كنزة حم رقم 24 350 848 24 350 848 ميكانيك وتو هذا يا سلام مع مختار درنا فيديو كيف ديمونتتها شكرا يا أخي شكرا يا ميكانيك وتو قل لي ما تتكلموا ليش بالألغاث لأنه هو يكتب تحت الفيديو في باله قال لي أنا نشوف الفيديو لا أنا نشوف الفيديو ما نشوفهاش أنت فسر لي بالضبط ما تحب خاطر المكان اللي نشوفه الأسئلة بعيدة على الفيديو اللي أنت تتفرج عليه ولي شو تحب بالضبط ومشنية السيارة هذا يا الحسيني شقد سعر الأنجكتير إذا طرابنا منك طرابية فينك تمنون وشو سعر البخاء كامل رجاء ترد عليه خبر أخي الحسيني شو تحب بالدسية إذا كانت في الدسية كامل ما نصحكش نحن معدناش إنما إذا كان السيبوب هذي وحدها السيبوب هذي وحدها في الأصل تعمل تقريبا حوالي حوالي مئتين واربعين دينار أصلي حوالي مئتين واربعين دينار في الأصلي يعني ما غير يد عاملة أحنا في تونس أنا في تونس شخصيا نخدم فيهم يعني للناس ثلاثة ميال واحدة ضمان ثلاثة شهور في السيارة يعني ضمان تسعين يو يعني للنجكتير هو في الدار يبيعوا فيه حوالي مئتين واربعين دينار يعني سيبوب وحدها في دار الدلفي هنا في تونس مئتين واربعين دينار في دار الدلفي يعني مئتين واربعين دينار تقريبا عندك الأورو يعني الـ 300 دينار يجبون مئت أورو 300 دينار يجبون مئت أورو يعني بحاياة عندك حوالي وخمسة وستين أورو أو هكذا كمهك كالكعبة السيباب في تونس هذا آخر سؤال إن شاء الله نكون أفدناكم ومجاوبنا على الأسلام واللي عنده استفسار آخر ينجم يكتب لي وإن شاء الله ربي يسهل ونعاونكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته